بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي في مسار الصحة والحياة أهلاً وسهلاً بكم في إثرات فصلنا الثالث والفصل الخامس اليوم بإذن الله سوف نبدأ إثراءات الفصل الثالث لعلكم تتذكرون هذه الأهداف التي ظهرت معنا خلال دراستنا للفصل الثالث في أولاها إعداد قائمة بالعلامات الحيوية كذلك تحديد كيفية قياس درجة حرارة الجسم ومعدل النابض ومعدل التنفس وضغط الدم وتسجيلها أيضاً يظهر معنا المصطلحات الرئيسة للفصل الثالث وهي المصطلحات التالية ضغط الدم Blood pressure الألم Pain النب Fault جهاز قياس التاكسج Aximeter التنفس Respirations مكياس ضغط الدم Sphygmometer 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 السماعة الطبية Stethoscope درجة الحرارة Temperature Temperature مقاييس الحرارة Thermometer العلامات الحيوية Vital Sphygmometer Sphygmometer من أثناء انكباض القلب وانبساطه كذلك الألم وهو عبارة عن إحساس غير مريح يدركه الجهاز العصبي عنده حدوث مرض أو إصابة ثم انتقلنا لنتعرف على قياس درجة الحرارة وذكرنا بين درجة الحرارة الجسم الطبيعي ما بين 36.1 إلى 37.8 وذكرنا بأن هناك عوامل تؤثر في درجة الحرارة مثل الاختلافات الفردية الوقت من اليوم كذلك مواضع الجسم التي تم أخذ منها درجة الحرارة أيضا تعرفنا سويا على العوامل المؤثرة على درجة الحرارة مثل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض درجة الحرارة فذكرنا على مستوى ارتفاع درجة الحرارة المرض ممارسة التمارين الشعور بالحماس المناخ الحار كلها من شأن أن ترفع درجات الحرارة بينما على مستوى انخفاض درجة الحرارة الجوع الصيام النوم التنفس من الفم المناخ البارد ارتخاء العضلات كلها من العوامل التي تؤثر على خفض درجة الحرارة ثم تعرفنا على مواضع قياس درجة الحرارة وذكرنا من الممكن أن نقيس درجة الحرارة من خلال الفم أو المستقيم أو الإبط أو الشريان الصدغي أو الأذنين أو في الفخذ بين طيات الجلد ثم تعرفنا سويا على أنواع مقايس الحرارة التي يتم من خلالها أخذ هذه أو قياس درجات الحرارة مثل مقياس الحرارة السريري، مقياس الحرارة الإلكتروني، مقياس الحرارة الطبلية كذلك مقياس الحرارة عبر الشريان الصدغي أيضا مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء اللاتلامسي ولعلنا شاهدنا هذا الجهاز يستخدم خصوصا في أثناء الجايحات أو في أثناء انتشار المرض ركزنا بأن هذا الجهاز يكون له استخدام خاص بالتحديد عندما يكون هناك انتقال العدوى من الممكن أن نقيس درجة الحرارة بدون أن يكون هناك تلامس مع هذا المريض والهدف منه مثل ما ذكرنا عدم انتقال العدوى ثم انتقلنا بعد ذلك للتعرف على درس قياس النبض وذكرنا بأنه يمكن الشعور بالنبض عبر الشريان ومثل ما يظهر معنا هنا هذه الصورة تبين هذه المواضع وذكرنا من خلال الشريان السباتي الشريان الضهراني للقدمين الشريان الضنبوبي الشريان العضدي الشريان الكعبري ولعلها من أشهر الأماكن لأخذ هذه النبض أو قياس النبض كذلك الشريان الفخذي أيضا الشريان المئبضي وتعرفنا سويا على معدل النبض وذكرنا بأنه نقصد بمعدل النبض عدد النبضات بالدقيقة بينما إيقاع النبض وهو الزمن ما بين نبضة ونبضة إذا عندنا نبضة أولى عندنا نبضة ثانية ما بين النبضة والنبضة نعبر عنه بإيقاع النبض وحجم النبض قدرته قوته شدته جودته كلها تعبر عن حجم النبض ثم تعرفنا في درس قياس التنفس على معدل التنفس ونوع التنفس وإيقاع التنفس فذكرنا بأن معدل التنفس هو عدد الأنفاس بالدقيقة وأيضاً علقنا بأن هناك تباين بحسب المرحلة العمرية شاهدنا البالغين يتراوح التنفس الطبيعي من 12 إلى 20 الأطفال من 16 إلى 30 الرضع من 30 إلى 50 أيضاً أظهرنا جدول في تفصيل أكبر من ناحية الرجال البالغين النساء البالغين حتى على مستوى الجنس هناك اختلاف في عدد الأنفاس أو عدد مرات التنفس وعلى مستوى نوع التنفس ذكرنا أنه مقدار عمق وجودة التنفس بينما إيقاع التنفس هي الفترات المتساوية بين النفس والآخر إذا نركز على مصطلح إيقاع مثل ما ذكرنا في النبض هو الزمن ما بين نبضة ونبضة وهنا مثل ما ذكرنا هو الفترة المتساوية ما بين النفس والنفس الآخر ثم تعرفنا سوياً على أسباب التنفس الغير طبيعي مثل ضيق التنفس، انقطاع التنفس، سرعة النفس، بطء النفس، ضيق النفس الاضطجاعي، الخرخرة، الأزيز، الإزرقاك كلها من أسباب التنفس الغير طبيعي ثم انتقلنا بعد ذلك لنتعرف على درس قياس النبض القمي وذكرنا بأن عدد النبضات التي تقاس بالسماعة الطبية عند قمة القلب في التحديد في الجانب السفلي الأيسر لهذا القلب وعبرنا عن أجزاء السماعة الطبية هذه السماعة التي تستخدم لقياس النبض القمي فنعلم جميعا النبض القمي يتم قياسه من خلال استخدام هذه السماعة الطبية ذكرنا بأن السماعة الطبية عبارة عن قطعتين أذن وأنبوب مطاطي وذكرنا أيضا بأن هناك جزء آخر من هذه السماعة وهو قطع الصدر ونقصد به الغشاء المخروطي والجرس ثم انتقلنا لدرس قياس ضغط الدم وعرفنا ضغط الدم بأنه هو القوة التي يحدثها تدفق الدم على جدران الشريان أثيان انكباضه وانبساطه كذلك الضغط الانكباضي نقصد به ضغط البطينة الأيسر للقلب عند انكباضه ودفعه للدم إلى الشرايين بينما الضغط الانبساطي وضغط البطينة الأيسر حال الراحة أو ما بين الانكباضات وتعرفنا سويا على العوامل المؤثرة في قراءة ضغط الدم مثل قوة نبضات القلب المقاومة الشريانية مرونة هذه الشرايين حجم الدم في الشرايين وضعية المريض جميعها عوامل قد تؤثر في عملية قياس ضغط الدم إذن هذا الممارس الصحي الذي قام بإجراء هذا أو قياس الضغط لابد أن يأخذ بالحسبان هذه العوامل التي من الممكن أن تؤثر في هذه القراءات لهذا المريض ما هي العوامل منذ ما يظهر معنا؟ مرونة الشرايين كذلك قوة نبضة القلب المقاومة الشريانية حتى وضعية الجلوس لهذا المريض تؤثر في عملية قراه فلابد أن يجلس هذا المريض بشكل صحيح أيضا لعلنا اتفقنا بأن استخدام هذا الجهاز هناك سوار أو سوار قياس الضغط أو الجهاز الضغط لابد أن يكون هذا الحجم مناسب لهذه اليد فاختلاف الأحجام أو عندما يكون هناك جهاز ذو حجم لا يناسب هذا المريض قد تتغير هذه القراءات أو لا تعطي حتى قراءة صحيحة تعرفنا سويا على العوامل التي ترفع ضغط الدم والعوامل التي تخفض ضغط الدم ومن العوامل التي ترفع ضغط الدم مشاعر الحماس القلق التوتر العصبي ممارسة التمارين نوع الطعام السمنة كذلك العوامل التي تخفض ضغط الدم مثل ما يظهر معنا الراحة لفترات طويلة تعاطي أدوية الاكتئاب الصدمة الجفاف النوم كلها عوامل تعمل على خفض ضغط الدم وتعرفنا سويا على مقياس ضغط الدم وهو منها مقاييس يدوية ومنها مقاييس زئبقية اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تتوفر في المرافق الصحية في المملكة العربية السعودية المقاييس الإلكترونية في الجزء الثاني من إثراءة اليوم سوف نتحدث عن الفصل الخامس جعلنا الفصل الخامس مع الفصل الثالث لأننا تعرفنا في الفصل الرابع المجموعة كبيرة من الإسعافات الأولية لذلك خصصنا درس بالكامل إثراءة الفصل الرابع في الفصل الخامس يظهر معنا هذه الأهداف التي اتفقنا على تحقيقها في أولى الأهداف تحديد ما لا يقل عن خمس مهارات يعتبرها أصحاب العمل الأساسية للحفاظ على الوظيفة في الهدف الثاني كتابة خطاب تعريفي وإعداد سيرة ذاتية تضم جميع المعلومات الضرورية وفق المعايير المهنية كذلك من المهم أو من الأهداف التي ظهرت معنا شرح كيفية ملء استمارة التقدم إلى الوظيفة بما يتوافق مع معايير الترتيب والدقة أيضا شرح كيفية المشاركة في مقابلة توظيف بما يتوافق مع المعايير المهنية أيضا في الهدف الأخير الذي يظهر معنا تحديدا أو تحديد إجمالي الدخل وصافي الدخل كذلك حساب ميزانية شخصية لشهر واحد ومثل ما تعودنا دائما يظهر معنا في بداية الفصل المصطلحات الرئيسة التالية ميزانية باجت الخصومات دي داكشنز التدريب الخارجي النفقات الثابتة فكست إكسبانسيز إجمالي الدخل جروس إنكم الدخل إنكم التدريب الداخلي انترن شبز صافي الدخل نيت إنكم سيرة ذاتية ريزمي النفقات المتغيرة في أولى الدروس تظهرت معنا عندما تكلمنا عن إرشادات البحث عن الوظيفة ذكرنا من المهم قبل أن تبحث عن الوظيفة لابد أن تقيم نقاط قوك وضعفك كذلك أن تحدد نوع الوظيفة التي تحتاج إليها أو الوظيفة التي تفضلها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلك العلمي وتخصصك العلمي أيضا النظر للإيجابيات وافتخذ دائما بإنجازك كذلك ابدأ مباشرة في البحث عن الوظيفة ثم تعلمنا سويا مهارات الحفاظ على الوظيفة في أولى المهارات الالتزام بالقواعد اللغوية أيضا التقيد بدوام العمل كذلك الاستعداد لمتاعب العمل فلا توقع الراحة أثناء أداء العمل فمن الممكن أن يكون هناك تحديات داخل بيئات العمل أيضا لابد لك كممارس صحي كمقدم رعاية صحية العمل بروح الفريق وماذا ما ذكرنا خلال دراستنا وقررنا السابق أسهبنا في هذه الجزهية عندما تكلمنا عن العمل التعاوني عن العمل الجماعي وعن روح فريق العمل أيضا التمسك بنظرة إيجابية كذلك تحمل مسؤوليات تصرفاتك من الطبيعي أن يقع هذا الممارس في أخطاء فلابد لهذا الممارس أن يكون لديه القدرة الجرأة لتحمل مسؤوليات تصرفاته وأخطائه كذلك دائما لابد أن تملك شعور الرغبة في التعلم ثم بدأنا لنتعرف على إجراءات طلب الاستقالة فيما لو أراد هذا الموظف الاستقالة أو تغيير بيئة العمل وذكرنا بأن هناك إجراءات من الممكن أن يكون بها هذا الممارس الصحي في أولاها إرسال إشعار مسبق بالاستقالة أيضا تبليغ المشرف عليك المشرف المباشر المسؤول عنك داخل بيئة العمل كذلك لابد أن تعرض أسباب تركك للوظيفة أيضا تابع عملك حتى تاريخ استقالتك اقترح تدريب موظف بمعنى أنت كنت في مركز أو في أحد الوحدات داخل هذا المرفق أو هذه هي الهيئة اقترح على صاحب العمل بإمكانك تدريب الموظف الجديد قبل أن تنهي عملك مع هذه المؤسسة أو مع هذا المستشفى كذلك أطلب خطاب توصية قبل رحيلك تعرفنا سويا على مصادر البحث عن وظيفة إذن من أهم المهارات التي لابد أن نمتلكها كيف نبحث عن هذه الوظيفة في الخطوة الأولى لابد أن نعرف المصادر التي من خلالها نبحث عن هذه الوظائف في أولى المصادر المواقع الموثوقة عبر الأنترنت عروض الوظائف المنتشرة التوصيات المستفادة من الممارسات التطبيقية المشرفون والمدربون والمعارف كذلك مواقع التواصل الاجتماعي المهنية أيضا الإعلانات في الصحف توصيات الأصدقاء والأقارب مرشدوء المدارس المنظمات المهنية كذلك هيئات التوظيف ثم تعرفنا سويا في طريقة وآلية كتابة السيرة الذاتية ولكن أثناء دراستنا ذكرنا بأن هناك أقسام رئيسة أو اتفاقنا بأن السيرة الذاتية تختلف تتباين من شخص إلى آخر بحسب المؤهلات بحسب الخبرات التي يمتلكها ولكن هناك أقسام رئيسة لهذه السيرة الذاتية لعل أبرزها المعلومات الشخصية هدفك الوظيفي خلفيتك الدراسية المهارات الخبرة الوظيفية النشاطات الأخرى الخبرات والمؤهلات أيضا المراجع هي من ضمن أقسام السيرة الذاتية المهمة وتعرفنا سويا على المحفظة الوظيفية عندما عبرنا عنها بأنها طريقة تسمح لك بإظهار معرفتك وقدراتك وتعرفنا أيضا على محتوى هذه المحفظة ذكرنا بأنه خطابات التوصيات نسخ تقيمات الدورات التدريبية المؤهلات العلمية خدمة المجتمع عندما يكون لديك مشاركة مجتمعية خطاب التقديم كذلك السيرة الذاتية أيضا قائمة المهارات المكتسبة كلها تندرج داخل محتوى المحفظة أيضا اتفقنا سويا بأنه بعد الانتهام من كتابة خطاب التعريف والسيرة الذاتية قد يطلب منك صاحب العمل أو تطلب منك هذه الهيئة المؤسسة بملء استمارة التقدم لذلك أظهرنا هذه القواعد هذه الأساسية أو خلنا نذكر هذه الإرشادات والطرق لكتابة استمارات التقدم للوظيفة هنا يظهر معنا املأ كل فكرة تأكد ضم العنوين للمعلومات كاملة تحقق من صحة الإملاء إذن نركز في القواعد اللغوية دائما املأ الاستمارة حسب الطريقة المطلوبة قد يطلب منك كتابتها باستخدام الحاسب قد يطلب منك كتابتها باليد أيضا تأكد من وضوح هذه المعلومات احرص على صحة المعلومات ومصداقيتها وذكرنا عندما تكلمنا عن مقابلة التوظيف بأن أصحاب العمل لديهم أسباب تدفعهم لإجراء مثل هذه المقابلات ولعل من أبرز هذه الأسباب التي تطرقنا عليها وذكرنا بأنها تمنح صاحب العمل فرصة تقييمك شخصيا كذلك تسمح له بإخبارك بتفاصيل أكثر وتعرفنا سويا على إرشادات أثناء مقابلة التوظيف وذكرنا بأن هناك إرشادات وتعليمات لابد أن نحرص عليها أن نركز عليها أثناء إجراء المقابلة الشخصية أو مقابلة التوظيف مثل السلام على المحاور ومخاطبته بإسمه عرف بنفسك ابقى واقفا حتى يطلب منك الجلوس التزم بكل القواعد اللغوية تجنب الكلام الغير رسمي حاول تتكلم ببطء ووضوح تصرف بتهديب حافظ على التواصل البصري مع هذا المحاور أيضا اصغي جيدا وأجب على الأسئلة بصدق دائما دع هذا المحاور هو من يدير هذا الحوار لا تقاطع المحاور ابتسم بدون مبالغة وتصرف بطبيعتك كن متفائلا وإيجابي ولا تذكر أبدا مشكلاتك الشخصية بهدف كسب عاطفة صاحب العمل لأن مثل هذه الأمور أو إظهار الحاجة المالية قد تؤثر عليك في إجراء هذه المقابلة أيضا لا تنتقد أصحاب العمل السابقين كن فخورا بنفسك بحدود لا تسأل عن المزايا المالية أشكر المحاور ثم أغادر وفي آخر التعليمات يظهر معنا أرسل خطاب للمتابعة والشكر و هنا يظهر معنا الأسئلة الشائعة في مقابلات التوظيف مثل أخبرني عن نفسك نقاط قوتك وضعفك لماذا ترى نفسك مؤهلا ما الوظائف التي شغلتها بالسابق الأنشطة المدرسية التي شاركت بها لماذا لا ترغب بالعمل أو لماذا ترغب عفوا لماذا ترغب بالعمل هنا ما المهارات التي تملكها ما هو انطباعك عن العمل ماذا تريد أن تعرف عن عرض العمل ما المواد الدراسية المفضلة لديك ما مفهوم النجاح لديك ما مواصفات الوظيفة المثالية لديك و يظهر معنا العديد من الأسئلة الشائعة التي من الممكن أن تطرح في المقابلات الشخصية ثم تعرفنا في درس احتساب الميزانية و الدخل بأن الدخل هو عبارة عن مبلغ المال الذي يتم احتسابه و إجمالي الدخل تعبر عن إجمال المبلغ المستحق للموظف مقابل عمله و صافي الدخل نقصد به مبلغ المال المستحق للموظف بعد جميع الاستقطاعات من الراتب و اتفكرنا سويا بأن ميزانية نعنى بها قيمة مفصلة بنفقات المعيشة و ذكرنا بأن هناك نفقات ثابتة و نفقات متغيرة النفقات الثابتة تشمل بدل إيجارة و مصاريف المنزل و مصاريف الخدمات و الطعام و أقصد السيارة بينما النفقات المتغيرة تشمل الترفيه و شراء الملابس و التبرعات و بهذه الجزئية نكون قد وصلنا لختام إثرات الفصل الثالث و الخامس رجعي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك